ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صالح الذيباني تنسيق آليات العمل الإغاثي والتسهيلات والإجراءات المعتمدة والتي تقدمها الوزارة للمنظمات والهيئات الدولية لتنفيذ برامجها ومشاريعها في مختلف المجالات والقطاعات واشهد باصهيب الجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية والتي تساهم في تخفيف معاناة اليمنيين جراء الظروف الصعبة المترتبة على الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوث الإنقلابية من جانبه أكد مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواصلة جهوده في تقديم الدعم والمساعدات للمحتاجين والمتضررين في مختلف المجالات للحد من تداعيات الحرب ترجمة نانسي قنقر